اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفيديو النهاردة هيكون عن ان انا هجاوبكم على كل اسئلة طبعا من خمس ايام تقريبا كده او اربعة نزلتلكم بوست وقلتلكم فيه ان انتو تسألوني كل اسئلة اللي انتو عايزينها وانا هجاوب عليها الفيديو فهو دوت الفيديو بس قبل ما نبدأ من تنسوش تصالوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ الكلام طبعا قبل اي حاجة انا اسفة جدا 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 على السحبة بجد 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 انا اسفة جدا لانه بجد ده مش بايدي جماعة بجد مبايلي تتعطى او بوزي يعني فعشان كده انا اصلا بصور الفيديو ده بس بش من مبايلي فان شاء الله يعني لما يتصلح هتنازلكم فيديوات كتيرة جدا طبعا يعني هون مدرسة تبدأ تقريبا 19 اثنين وبس يلا بينا نبدأ الفيديو واول سؤال من هو دوت اول سؤال من بوثينا والسؤال هو سوري نسيب بورجي فبورجي هو بورج الميزان ثاني سؤال من احمد سندي او سندي احمد مش عارفه اول سؤال هو اغنيتك المفضلة اغنيتك المفضلة يعني مش عندي اغنية مفضلة بصراحة يعني ممكن بحبك الاغاني بس يعني لو اغنية مفضلة هتكون اغنية آم bad guy تاني اغنية لونك المفضل لوني المفضل هو الاسود ثالث سؤال تاريخ عيد ميلادك 25-9-2010 اكتر يوتيوبر توكا بوكا بتحبيه بصراحة يا جماعة انا مش بحبي يوتيوبر معين بس يمكن جانا ستوريز لعبتك المفضلة لعبتك المفضلة لو قصدك في الموبايل يبقى لعبتك المفضلة روب لوكس اكتر اسم بتحبي يمكن ليلي اكتر مادة بتحبيها الرياضة اكلتك المفضلة السمك مشروبك المفضل ايس لا تي وبس متابعتك من السعودية تحية للسعودية السؤال اللي بعده من الاف ستوريز بتقولي يلا نبدأ قطيدة عندي 3 اسئلة اكتر مادة بتحبيها اكتر مادة بحبها قلت رياضة تاني سؤال اكتر اغنية عربية وانجليزية بتحبيها الانجليزية قلت bad guy انما العربية يمكن اغنية تتناسيت والسؤال اللي بعده اكتر صديقة بتحبيها في الحقيقة واليوتيوب يعني بصراح عندي صديقات كتير بحب كل صديقاتي وفي الحقيقة البست فريند بتاعتي اسمها ملك لا اكتر الف سؤال لازم اسأل عشان اتعلم تمام يلا بينا لبعده السؤال اللي بعده منهانة تقريبا لانه كلمة مش مبتكملة بتحبي الأغاني التوركي اكلتك المفضلة قلت السمك لونك المفضل الاسود والبيربل يعني الاسود والمو هويتك المفضلة الموسيقى والعسف يعني على البيانو وبس يلا بينا لسؤال اللي بعده اللي بعده من رورو خلينا نبدأ بسم الله المسلسل او الفيلم عجبك من الاختراعاتك بصراحة كانت مسلسل الفيلم صانعة البوبت انما المسلسل انا اشبه فتاة امريكية السؤال الثاني يا جماعة وهو اكتر يوتيبر توكا بوكا بتحبيه قلت جانا ستوريز وكمان امال ستوريز يعني بحب ناس كتيرة لونك المفضل الفلاك والبيربل نوع اللبس اللي بتحبيه سلبي سي الكاجول ويلا بينا عسوال اللي بعده من فراشات ايه اكتر لون بتحبيه فلاك ايه اكلتك المفضلة سماك اكتر يوتيبر فلابت توكا بوكا والله جانا ستوريز وامال ستوريز ويلا بينا عسوال اللي بعده من فينا ميرو انا عندي الف سؤال كان نفسي اسأله بسكنتش بكتب مش عارفة ليه اكتر مادة بتحبيها رياضة اكتر اكلة بتحبيها السماك بتحبي ممتك ولا بابو كي بيحبهم مما الاتنين عند كام اخو اخت تلاتة اكتر يوتيبر بتحبي جانا ستوريز وامال ولو في الحقيقة يعني يمكن التوينز لماذا انت كيوت وامورة اه يا جماعة وتوينز والكيسر لماذا انت كيوت وامورة في كل حلاتك وفيديوهاتك عشان انا شبهيك سكنت بمدينة اي بور سعيدة تنزل الفيديو امتى بقى بعد كل دوت يعني النهاردة ان شاء الله يعني النهاردة اللي هو يوم سبعينة فبراير قصدي يلا سأل لبعد السؤال اللي بعده اسمك جانا مواليد 2010 برجك الميزان كيبوب لا مش كيبوبية السؤال اللي بعده كما عمرك 11 حلمك توصلي كيام مليون او عشرة مليون ممكن بتحكي لنا قصتك في اليوتيوب طبعا يا جماعة احكي لكم قصتتي في اليوتيوب في اخر الفيديو فلو عايزين تعرف قصتتي في اليوتيوب استنوا الاخر الفيديو اليوتيوبر المفضل اليوتيوبر المفضل لو في الحقيقة لو يعني في توكا بوكا جناس توريز واملل توريز لو في الحقيقة يعني مش في التوكا بوكا التوينز والقيسر لعبتك المفضلة توكا بوكا وروبلوكس اكلتك المفضلة السمك بس اتمنى اتطلعت عليه ان شاء الله يتطلعت عليك يعني هو اتطلعت عليك وبس يلا بهين على التعليق اللي بعده السؤال الاول نفسك تسافر فين يعني مش تسافر في حتة عندك كم سهر 11 اكتر اكلة بتحبيها السمك ايه اكتر اكلة بتكرهيها البسلة شهر ويوم ميلادك الشهر 9 واليوم 25 9 يعني مين اكتر يوتيبر توكا بوكا بتحبيه جناس توريز مين اكتر يوتيوبر بتحبيه مش من توكا بوكا التوينز والقيسر اكتر بلد بتتمني تسافري اليها اتوقع كوريا لا مش نفسي اتوقع بلد بصراحة اكتر لوم بتحبيه بلاك ايه اكتر مادة بتحبيها رياضة انا منها من مصر السؤال اللي بعده من سديم شهر ميلادك اه 9 عندك اخوان ايه عندي السؤال اللي بعده من سوسو ستوريز اولا بحبيك جدا وانا كمان يقمر ثانيا يلا بدأي الاسئلة هدفك في القناة ان شاء الره 10 مليون عادتي كام سنة عشان تكبري قناة سنة واحدة اكلتك المفضلاء السمك عندك بست ايه عندي عندك كام اخوات تراتة بس اسفل اسئلتي كثيرة بس يلا اتمنى ترد علي رديت عليك ايه امر يلا بيناس واللي بعد السؤال اللي بعده كم عمرك عمر 11 من متى بدأت القناة من سنة وايه اسمك الحقيقي يا جماعة انا كنت مخبين موضوع عنك وبقالي كثير قوي ما كنتش عايز اقول لكم اسمي الحقيقي بس خلاص انا اسمي خالم الجنة واسمي الحقيقي هو جنة يعني هيكون يا جماعة اسمي ايه يعني هيكون اسم ايه غير جنة بحبك يا جميلة انا كمان انتي في سنة كان في السف السادس اكتر فيلم او مسلسل بتحبيه يعني مش عارفة بسرعان دي مسلسلات كثير مش عارفة واخيرا يا جماعة احنا كده حد الآن خلصنا كل الاسئلة طبعا يا جماعة انا كنت اقلال لكم اا دي مش كل الاسئلة اكيد يعني لسه في جزء تاني ان شاء الله استنوا لو وصلتمو الفيديو دوت لكم يعني مش هتطلب 500 لايك لو وصلتمو 200 لايك بس او تلتميت لايك لو وصلتوا لتلتميت لايك هنزلكم الجزء التاني في اسرع وقت دلوقتي بقى احكي لكم قصتي مع اليوتيوب جماعا انا بدأت اليوتيوب في شهر سبعة سنة 2020 طبعا يا جماعة انا دخل على السنتين مقربة على السنتين طبعا ان شاء الله هحتفل بالقناة في شهر سبعة يكون تمت سنتين في القناة وانا معاكم طبعا يا جماعة قصتي في القناة كانت يعني بصراحة قصة جميلة قوي بصراحة كنت سعيدة من اول ما بدأت القناة هقولكم على حاجة يعني مستحيل شخص في الحياة ممكن يعملها انا كنت منزل في اليوم سبع تمن فيديوهات والله العظيم يا جماعة كنت منزل في اليوم سبع تمن فيديوهات واللي امتابعيني من زمان اعتقد يعرفوا الموضوع ده كنت منزل بجد فيديوهات كتير جدا وطبعا قبل ما يكون محتوية توكابوكا انا ما كانش محتوية يا جماعة في توكابوكا كان محتوية شروحات وقصص في my play home بنزل عن توكابوكا بعد كده قد بدأت اشوف الناس بتنزل على توكابوكا وكده وبدأت احب الموضوع بصراحة توكابوكا كانت حلمي يعني كانت جميلة جدا طبعا يا جماعة انا بدأت القناة يعني من غير تبادر اشتراكات من غير اي حاجة بصراحة انا تعبت جدا علشان اوصل يعني الميت مشترك حتى انا لما كنت وصل 1000 مشترك كنت تقريبا قاعدة في القناة بقى لشهر تقريبا ووصلت 1000 مشترك يعني مشال الحمد لله الحمد لله كنت بزيد بسرعة يعني كانت تفاعل بتاعي الحمد لله الحمد لله يا ربي يعني كانت جدش quer حالو جدا تقريبا يعني ما كان عندي 1000 مشترك كنت بجيب 1000 مشاهدة في الساعة تو تخيلين يا جماعة بجد كانت تفاعل بتاعي جميل جدا انا اعتقد كل مشتركين القناة كانوا بيتفرجوا يعني اعتقد اتمنى ان كل دوت يرجع يا جماعة بجد وطبعا انا مكنتش بحب تبادل اشتراكات ابدا علشان يعني حتى اللي يعرفوني من زمان عارفين عني ان انا ما كنتش بحب تبادل اشتراكات ولا اي حاجة من الكلام دوت يعني ما كنتش بحب تبادل اشتراكات ولا اطلب دعم ولا اي حاجة يعني عملي ما عملت حاجة شبه كده بصراحة كان نفسي قوي ان يعني يكون عندي اصدقاء من اليوتيوب زي بقيت اليوتيوبرز كنت بشوفهم بيكون عندهم اصدقاء كنت بشوف كل حاجة بصراحة وكنت نفسي قوي ان انا بقى مشهورة بقى وعندي متابعين وكده والحمد لله ربنا قرمني ووصلت ألف بعدين على ألفين تلاتة أربعة خمسة وستة وسبعة تمانية لحد ما وصلت عشر تلاف كنت مبسوطة جدا وفرحانة برضو كانت تفاعل حلو جدا وبصراحة أكتر حاجة شجعتني جدا أن أستمر هي خانة التفاعل أن التفاعل كان جميل جدا كنت مرزل يا جماعة بصراحة في أيام المدارس كنت مرزل أيام اللي امتحنت كنت بعض يعني مثلا بيكون في نص ساعة مثلا من بريك بين المذاكرة والدروس والحاجات كنت في النص ساعة ديات بحاول على قد ما قدر نزلك كل حاجة ولحق منتج وصور كنت بحاول أعمل كل حاجة يعني ومع ذلك كانت والحمد لله بجد بجد كنت بتدوني تفاعل رائع وتشجيع وكومنتات وكنت بتدوني كل حاجة جميلة وطبعا لما عملت مسلسل أنا أشبه فتاة أمريكية كان بجد مسلسل جميل جدا وكان عليه تفاعل يعني كانت الناس بتحبه بس للأسف جات بقى الدراسة شغلتني عن القناة وهو ده تقريبا من الخلة تفاعل القناة مش زي زماني يعني أو كده بس ان شاء الله يعني يا جماعة وطبعا دي أكيد مش حكايتي في اليوتيوب أنا لخصت لكم كل حاجات كده وطف لما لو عايزين فيديو حكايتي مع بداية القناة لحد دلوقتي أقدر أعمله لكم بس تواصلوا فيديو دوت في 500 لايك بجد وبس لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك وشيروا وسبسكراب لقناة وبتفاعلوا زرارة قرر ازاشني يوصلوا كل فيديواتك دينا وحبكم بواي